هل فتوح ومعاهم مصطفى الزينياري ومحمد صبحي كانوا كابش في ده لحالة كانت ما كانش مستقرة فريق كورت القدم هم التلاتة بس انت لمست نقطة مهمة جدا 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 هل فرقة الزمالك قبل ما تظهر موضوع فتوح والزينياري وصبحي كانت ماشية على القضيب زي ما بيقولوا او ماشية على الخط المستقيم لا طبعا كل الناس كانت بتخرج ده الراجل ما كانش بيبات في المعسكر هو نفس وصري ونفسه ما كانش بيبات في المعسكر وفيه لعيبة كتير هو ده اللي قالوه في التحير قولا واحدا بقولك الراجل المدير الفني اللي هو اصلا اذا كان رب البيت بتضفي زي ما بيقولوا الراجل نفسه ما بيباتش في المعسكر ففي حالة تسيب كان في حالة تسيب وعلى فكرة مش الموضوع مش خاص بمدير كورة عشان برضو لان عب واحد اخوية وانا عارف عب واحد قد ايه ملتزم جدا وراجل منظم جدا بس في الاخر الحالة العامة ايه الله نار عليك بس هم مش كابش في ده هم غلطه هم غلطه لان كمان فتوح اللي انا بقى انا معرفش الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي مش متأكد منه وما سألتش فيه لان انا ما كانش يهمني ان انا اسأل فيه اللي هو اللي هو ان انت الناس اتصلت بك وقالتلك تعالى وانت مرضتش تيجي وقلت كذا 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 سيما تقال في العلام لو حصل كده لأ ده انت غلطان غلطان كلمك كابتن النادي كلمك مدير الكورة لازم ترجح حالك لازم مفيش بص انا كريم بقى بحب الوضوح قوي وده بممكن يزعل مني ناس بس في الاول في الاخر مش هقول غير اللي يرضي ربنا اللي ليه واللي علي هاي لان دي شهادة او هتتحسب علي فيما بعد في ولادي صحيح فما بحبش ان انا سوري يعني عبقى ايه بمية لون لا هو لون واحد